في ظل الانتشار المتزايد لإشارات النازيين في شوارع برلين قررت مجموعة من فناني الشارع في العاصمة الألمانية تحويل هذه الشعارات إلى لوحات فنية مبتكرة لتطويق هذه الظاهرة ويرعى أيبو عمري وبضعة من أصدقائه حملة بينت باك مستخدمين رسوم الأطفال لتغيير رموز الكراهية التي ترصد على الجدران قررنا بعد تفكير طويل الرد على رموز الكراهية بالفكاهة والحب وفي المركز الرئيسي لحملة بينت باك يعمد المراهقون في المكان إلى وضع اللمسات الأخيرة على رسوماتهم ويفكرون في التعديلات التي سيقومون بها باستخدام الصليب المعقوف كمنطلق للعمل الفني المزمع إنجازه فكرت في رسم رأس حول الصليب وهنا منزل وهنا كرة بلياردو وهي تهرب والجهد المطلوب ليس ببسيط إذ أن الشعارات النازية المحظورة قانونا تسجل انتشارا متزايدا على واجهات المباني في برلين ويسجل تصاعد لمشاعر الكراهية تجاه المهاجرين في المدينة وسائر أنحاء البلاد منذ 2015 بعد وصول أكثر من مليون طالب لجوء إلى ألمانيا ترجمة نانسي قنقر